الكمبيوتر و جهاز يعمل بالكهرباء الكمبيوتر و جهاز يعمل بالنظام السناي سهنة قبل باتفل الفيديو النهاردة تشوف فيديو مختلف عن اي فيديو تفرق تعليف الموضوع ده هتعرف المفاهيم النظرية وكمان ازا ده بيتم بشكل عملي وازا بيتم تصنع البروسسور داخل مختبرات التصنيع والاخطر من كده قالية عمل مختبرات التصنيع اللي بتصنع البروسسور اللي بيوم بالعملات دي خليك معنا الاخر الفيديو السلام عليكم انا يونس شلبي دلوقتي بتشوفني من كمبيوتر سواء كان لابتوب بي سي موبايل او حتى لو كنت بتشوفني من المستبل بنضارة او ساعة فكل ده كمبيوتر الكمبيوتر كمصطلح يعني الى تقوم بالحساب كمبيوت يحسب كمبيوتر حاسوب كل حاجة انتشاهب على الشاشة اللي والدمج دي اساسها حسابات ارقام صفر واحد اللي هي في الاصل اشارات كهربية صفر فولت وخمسة فولت بس احنا ترجمناها صفر واحد ده اسمه ما هوش موصل للكهرباء ولا هو عازل الكهرباء هو الشبه موصل للكهرباء بيتكون من طرف باعث وطرف مجمع وطرف تالت اللي هو القاعدة لما بنوصل الباعث بسالب البطارية والمجمع بموجب البطارية الطيار مش بيمر في الدايرة ايه ده يعني هو كده عازل للطيار اقول لك اسبر عليه هو مستني منك اشارة تدهاله فيمر الطيار للمجمع وبكده يكون موصل للطيار اللي ترانزيستر بيعمله ده صورة كانت سبب وجود كل الاجهزة الكترونية اللي بين ايدينا النهاردة الكمبيوتر التلفزيات الحديثة الراديو الساعات الزكية السيارات الاجهزة الطبية وحتى الغسالة والمايكروي مش ببال وانا بقول عليه صورة لانه يقدر يوصل للكهرباء ويمنع توصيلها ملايين بل ومليارات المرات في الثانية الوحدة وده بسبب ان الرشارات الكهربائية بتتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضويلية 300000 كيلومتر في الثانية وده اسرع بكتير من اي مفتاح ميكانيكي ممكن يتحرك مهما كانت سرعته لحدود البروزيسور اللي في جهازك لو تردود واحد جيجا هرتز فده معناه انه يوضر يعمل مليار دورة في الثانية وده معناه انه يوضر يعمل ملايين الى مليارات العمليات الحسابية في الثانية الوحدة شايف ترانزيستور ده هو ده خليها شوفوا اني احسن دي دايرة بساطة جدا مقارنة ترانزيستور واحد وبرغم انه بتوصل بموجة بسالب البطارية ايه الا ان الطيار ما مرش منه لشوف طيار مdlingه انه ليس منه هم فقد عندما استاني اشارة في القعدة اول ما ض راح absolute لشوفت مشة الطيار Blow فاطل المعلارات الى ملابه فصلت وبتغير بساطة في توصيل الدائرة ثم نخلي اللامبه منفه لانا لم ا skies open to buy وعندما موصل الطيارا عن القعدة البط linguضاقت قد انه ايه لزيل راحة لي tout ودول أبسط دايرتين في دواير بوابات المنطق ويلا نشوف شكل بوابتين دول برسومات توضيحية ده يكون شكل بوابة الأولى اللمها مضفية يديته خمسة بولطة في القاعدة اللمها نورت وسامناها بوابة التوجيه ورمزنا لها بالرمز ده يعني بدل ما ترسم الدائرة كلها لا اعمل الرمز ده وأنا هفهم إنك كده توصد بوابة التوجيه Buffer Game بتاخد مدخل واحد اللي هو الإشارة الكهربية اللي دخلت ومخرج واحد اللي هو نفس الإشارة لما بتخرج وده شكل البوابة التانية اللمها مينورة أدها خمسة بولطة في القاعدة الطيار مر من خلال الترانزيستور وكوّن دايرة مغلقة تسببت إن اللمبة تطفي وسامناها بوابة النافي ورمزنا لها بالرمز ده ببقى جزئة صغيرة ترددت إن أنا أقولها في الفيديو لأنها ممكن تخليه معقد بعد الشيء لكن خلينا نقولها بأسلوب بسيط كلنا نعرف إن الدائرة المغلقة يعني فيه طيار بيمر فيها والدائرة المفتوحة يعني ما فيهاش طيار الترانزيستور ما العكس الترانزيستور مفتوح يعني بيمر طيار الترانزيستور مغلق يعني ما فيش طيار هو زي البوابة مفتوحة هتعدي منها مقفولة مش هتعرف تعدي إلا لو كنت عفريت حتى يسمعها بوابات بوابات منطقية بوابة التوجيه وبوابة النفي ولسه فيه غيرهم اتنين كمان هناخدهم علشان نعرف الكمبيوتر بيجمع إزاي هنا جبنا اتنين ترانزيستور وصلنا وهم على بعض توالي يعني خارج الأول هيكون داخل التانية فاكتشفنا إننا لما بنمرت طيار فى الترانزيستور الأول اللامبا مش بتنور بمرَّých طيار فى الترانزيستور الثانى اللامبا مش بتنور فحالة واحدة بس وهي إن انا اوصل طيار فى قعدتن الترانزيستورين فاللمبا هتنورها فقلنا نسمع العملاء دى اسم بوابة و يجبن ترانزيستور أول والترانزيستور الثانى اللي اثنين مع بعض ده وده علشان اللمبة تنور وجיל جربنا تاني بنفس الاثنين ترانزيستور بس المرة دي وصلناهم توازن فاكتشفنا اننا لما بنماره fine rendeiyore في الاول بس اللمبة بتنور بنماره مره fine اللمبة برضو بتنور هنمره tr2 هنمره fine للمبة بتنور فقننا colored device officer ده or 예 بوابة او ده او ده عشان اللمبة تنور وتعالوا شو شكل بوابتين دول برسومات توقحية ده هيكون شكل بوابت و ده شغل الاول لوحده مفيش شغل الثاني لوحده مفيش شغل اتنين مع بعض تمام اللامبانه ورمزنا لها بالرمز ده بتاخد مدخلين اللي هما قاعدة الرزيستور الاول والتاني وبتخرج مخرج واحد اللي هو الناتج وده شكل بوابة او الاول بس شغال التاني بس شغال طب الاتنين مع بعض برضو شغال ورمزنا لها بالرمز ده جميل لحد كده دلوقتي انت معاك اربع بوابات وفاهمهم كويس عايزين نجمع بقى هقول لك اتقل عروس نكتب فقط الاول نحط واحد وبدl نفس الكلام صح وبوبة النافي لو دخلت زير وستد45 شفت دخلتك للنظام السنائي من غير ما تحزك وجوبت على السؤال اللي كان في دماغك ترجونا لاي pants لا تجعلك فانت مش بركز عيد تاني من الاول وبرضو ما قلت لكش ازاي الكمبيوتر بيجمع الارقام طب خذ دي دي ادارة اللي بتجمع رقمين شو بقى لما بتستعجلي او انت دلوقتي مش فاهم هو ايه الرمز ده هو شبه الورجين بس في شرطة زيادة ودي اسمها اكس اور اختصار لي اكسكلوسيف اور بمعنى حصري ودي دايرة اعقد من اندو اور شوية لانها بتتكون من اندو اور ونط متوصلين مع بعض بس احنا رمزنا لكل اللعبكة دي بالرمز ده اكس اور وده الجدول بتاعها لازم الواحد يكون حصري في مدخل واحد بس علشان تخرج كهرباء نقدر نقول في حالة الاختلاف صفر واحد او واحد وصفر بتخرج واحد اما متشابهين الاثنين واحد او الاثنين صفار هتخرج صفر طيب يلا بينا نجمع الارقام بداية الجمع الجميلة بتاعتنا دي هندخل صفر وصفر على الاكس اور هتلاقيه متشابهين هتخرج صفر والآن ده هتخرج صفر برضو وده فعلا جمع صفر زائد صفر يساوي صفر طيب ندخل صفر واحد الاكس اور هتلاقيه مختلفين فهتخرج واحد والآن ده هتخرج صفر وده فعلا جمع صفر زائد واحد يساوي واحد طيب ندخل واحد وصفر نفس الكلام يساوي واحد طيب ندخل لها بقى واحد وواحد هنا ساسقطه قليلا تفتكت جمع واحد زائد واحد هيكون كم ويا رب ما تقولش اتنين اتنين دي هتطلع ازاي؟ احنا الناتج بتاعنا بيطلع على سلكين كهرباء اما شاي الكهرباء او لا طيب تفتكر نعمل ايه هنجمع ازاي واحد زائد واحد شوف عشت الي اليوم اللي جامع واحد زائد واحد بكام بقى بالنسبة لك مشكلة نفتح صوحة جديدة مع بعض عندنا نظام عشري ده بتاعنا ونظام صناقي ده بتاع الكمبيوتر في النظام العشري بنعد ازاي بنقول صفر واحد اتنين لحد ما نوصل لرقم تسعة بعد التسعة لقولتلك بعدها كام عشرة طيب ازاي ايه اللي عملناه احنا جينا على التسعة نزود عليها واحد لقناها هي اخر رمز احنا بنمثل به اعدادنا العشرية فقلنا احنا نقيد استخدام الرموز العشرة تاني من صفر التسعة فلما اجي ازود واحد على التسعة ماينفعش او مقلبها لصفر ومزود واحد على اللي جامبها وافضل اعد الحد ماوصل لتسعتاشر واجي ازود واحد على التسعة ماينفعش او مقلبها لصفر وازود واحد على اللي جامبها تبقى عشرين وأفضل أعد لحد ماوصل لتسعة وتسعين أزود واحد على التسعة الأولى ماينفعش أروح أليبها الصفر وأروح أزود الواحد ده على اللي جنبها ألاقيها تسعة برضو أو معمل لها ريسيتر الصفر وأقوم أزود واحد على اللي بعدها اللي هو صفر بالمناسبة أو أصفار كل الأصفار اللي على الشمال مش بتغير في القيمة وهو ده بالضبط اللي بيحصل برضو في النظام السنائي بس الدورة بتاعتنا بترجع تاني للصفر بعد آخر رقم فيها اللي هو الواحد ويلا بينا كده نعد سنائي الأول معنا رقم صفر عشان أجيب الرقم اللي بعده هزود واحد على الصفر يبقى واحد بعدين الرقم اللي بعده هزود واحد على الواحد ماينفعش أو معامل لسيتر الواحد يبقى صفر وأزود واحد على اللي جنبه فيبقى شكله كده صفر واحد وده تمثيل رقم اثنين في النظام السنائي الرقم اللي بعده هاجي أزود واحد على الصفر هينفع ويديني واحد واحد اللي هو رقم ثلاثة طيب قول انت كده الرقم اللي بعده هيكون كام وقف الفيديو وفكر بالظبط هاجي أزود واحد على الواحد ماينفعش أعمله ريسيت للصفر وأروح أزود الواحد على اللي جنبه ماينفعش فأعمله ريسيت للصفر وأروح أزود واحد على اللي جنبه واحد ويكون ده الشكل صفر صفر واحد وده بيبس الرقم أربعة في النظام العشر ونرجع بقى لديرتنا الجميلة اللي هتجمع علينا واحد زائد واحد واحد وواحد هيدخول على الاكس اور متشابهين فهتخرك صفر واحد واحد يدخل على الاند فتدي واحد ويبقى ده الشكل صفر واحد اللي هو اثنين طيب تفتكر الدائرة البساطة دي تقدر تجمع لنا أي أرقام احنا ندهالها تعال نجرب عايزين نجمع خمسة زائد سبعة في النظام العاشري خمسة زائد سبعة هيساوي اتناشر بننزل الاثنين ونجي نجمع الواحد على اللي بعده فمافيش بعده فبينزل بنتج جمع اتناشر وفي النظام السنائي نفس المفهوم باختلاف رموز الكتابة واحد صفر واحد اللي هو رقم خمسة زائد واحد واحد اللي هو رقم سبعة واحد وواحد يديك صفر ومعنا الواحد نجمعه مع اللي بعده واحد زائد صفر زائد واحد واحد وصفر بيدي واحد وواحد وواحد بيدي صفر ومعنا واحد يتجمع على الرقم الثالث كده معنا واحد زائد واحد زائد واحد واحد وواحد بيدي صفر واحد زائد واحد كمان يدي واحد ومعنا واحد نجي نجمعه على اللي بعده فينزل والنتج معنا صفر صفر واحد واحد اللي هو رقم اتناشر في النظام العاشر نطبق بقى الكلام ده على الدايرة ندخلها الواحد والواحد تقوم يطلعها صفر واحد وتسكت على كده تقول لها بس كده خلصت تقول لكم ما للتفاكر ايه ايه ايوة بس انا ما خلصتش وفي باقي الرقم عايز اجمعه تقوم تقول لك والله انا كده متصممة ان انا اجمع رقمين يكونوا مقوانين ببت واحد فقط بت البيت يا سيدي هو رقم من مجموعة ارقام مكونة لرقم ده بت وده بت وده بت والتلاتة دول بيمثلوا رقم خمسة حد بقى يكون مركز معايا ويقول لي الصفر والواحد دول كانوا بيمثلوا ايه بالزبط ان الصفر كان بيعني ان ما فيش كهربا والواحد ان فيه كهربا طيب مين بقى اللي بيقول فيه كهربا وما فيش كهربا بمعنى مين شاير قيمة الصفر والواحد الترانزيستور عليك نور يبقى الترانزيستور كمكاوم في بروسيسور اي كمبيوتر هو مكان للتخزين المؤقت وهو الوحدة الاساسية لدوائر المنطق التي تقوم بمعالجة البتات المكونة للبيانات ونقول تاني ان الرقم ده مكاوم من ثلاثة ترانزيستور ترانزيستور شاير قهربا وترانزيستور مش شاير قهربا وترانزيستور تالت شاير قهربا ونرجع لما ارجعنا الدارة دي متصممة إنها تجمع الرقمين يكون مقاميم من بيت واحد فقط والبي الدت التاني والتالت في الرقم مالوش مكان عندها طيب تفتكر كده نعمل ايه بما إن الدارة دي وتجمع بيت واحد بس والرقم بتاع مقام من ثلاثة بت هحتاج تلاثة من الدائرة دي أول بت من الرقمين هيدخلوا على الدائرة الأولى والتانية عالتانية وتالت بت في الرقم تدخل على الدائرة التالتة لما جمع الواحد والواحد هتخرج الناتج صفر والباقي واحد الواحد ده بقى انا عايز ادخله على الدائرة اللي بعدها علشان يتجمع مع الرقمين اللي عندها تقوم تقولك لا انا باخد مدخلين بس والرقم التالت اللي هو الباقي من الدائرة اللي قابلي وانت عايز تدخله عندي مالوش مكان عندي لحد كده وتقول لها شكرا اركيني على جامع انت مش دائرة جامعة انت نص دائرة انت half other احنا عايزين دائرة بتاخد تلات مدخلات الرقمين اللي عندها وكمان الباقي من الدائرة اللي قبلها ونسميها full other ويلا بينا نجمع بيها بس خليك باكر ان ده شكل تركيبها من جوا بس احنا رمزنا لها بالرمز ده للتبصيل يلا نزل رقم 5 كمدخل اولاني 1 0 1 ورقم 7 كمدخل تاني 1 1 1 1 1 0 والباقي 1 هيدخل على الدايرة التانية مع ال 0 والواحد يدي 0 ويتبقى 1 يدخل للدايرة اللي بعدها الواحد مع الواحد مع الواحد يدي 1 والباقي 1 ينزل ودينا تكتب جمع مظبوطة 0 0 1 1 يعني 12 معلومة لكن تبقى من على طرف المعلقة واخد بالك من اول فول قدر معنا برضو بتاخد 3 مدخلات منهم واحد هو الباقي من الدارة اللي قبلها طيب ما هي الاولى مفيش قبلها قالك هنحجز قيمتها برقم محايد في عملية الجمع اللي هو الصفر لانه مش هيأثر على نتيكت الجمع وصفر معناها انه ما يكونش شاي الكهرباء يعني تتوصل بالارض وبكده علشان نجمع اي رقمين فيهم عدد بيتات هنحتاج بنفس عدد البيتات ده دواير فول قدر ولان الارقام في النظام السنائي بتتمثل في شكل بيتات يعني الرقم الواحد بيتخزن في تمانية بيت فعملوا شباية واحدة بتضم تمانية من الفول ادر وسموها تمانية بيت ادر بالمناسبة دي اربعة بيت ادر بس يعني هي التمانية نفس الشكل وتعالوا بسرعة كده نشوف بتجمع ازاي الدايرة دي بتخل لها مصدر كهرباء اتناشر فولت بيعدي على منظم للجهد ومكسفات علشان يدينا خمسة فولت هو اللي يغزي الدايرة هنجمع مثلا رقم اربعة اللي هو تمثيله صفر صفر واحد فانا السلك الثالث هحركه ففعلا اللمبة الثالثة نورت معنا ونحية التانية المدخل التاني برضو هحرك السلك الثالث ماشي اللي هو رقم اربعة تلقاي على طول ادنا نتج الجامع صفر 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 واحد اللي هو رقم تمانية جامع الرقمين ونجرب كمان عمالية جامع مع بعض رجع كل حاجة الاول نجمع مثلا ستة زائل تمانية الستة اللي هي صفر واحد واحد فكده هحرق السلك الثاني والثالث 011 التمانية بقى اللي هي 301 تلقاي على طول الداني نتج الجامع اللي هو 0111 اللي هو ده رقم 14 ولو انت مش مصدقني هثبت لك باخر الفيديو ان ده رقم 14 جميل لحد كده بس كل المكونات اللي بني ادينا النهاردة دي ايه علاقتها بالكمبيوتر وإحنا برضه بنفتح الكيسة ومش بنشوف اي حاجة من المكونات دي ده لان دانة زي الاربعة او التمانية بتقدر في منها دوائر اكبر واعقد منها بكتير وكل دائرة لها وظيفة معينة زي الجامع والطرح والضرب والاسمة وكل الحاجات دي بتحصل جوه منطقة اسمها اللي هو ودي جزء من ال سي بي يو اللي هو معالج الكمبيوتر المعالج اللي انت بيشوفه بحجم 3 سنطف 4 سنطف ده جواه اللي لدي كله بيحتوي على مليارات الترانزيسترات عارف والله ان نواة الفيديو طول بس هنقول كمان 3 معلومات في 3 كلمات ونروح كلنا ازاي الكمبيوتر بيطرح ويدرب ويقسم بيطرح بالنوة بيجيب مكمل العدد المطروح ويجمعه مع الرقم الاولان زي 7 ناقص 5 الخمسة المكمل بتاعها سالب 5 هجمعه على السبعة في الدين اتنين الضرب بقى عن طريق نوة بيجمع عدة مرات زي 7 ضرب خمسة هيجمع السبعة خمس مرات او الخمسة سبعة مرات لان الضرب عملية ابدالية والاسمة بقى بيستخدم الطرح المتكرر زي 12 على الثلاثة هيطرح الثلاثة من الثلاثة اربع مرات فيكون الناتجة اربعة طبعا الكلام ده تفصيط مخل لان في طرق احدث واسرع بكتير لو حابين تعرفوا كل طرق التفصيل عرفوني بالتعليقات ازاي ده بقى بيساوي رقم اربعتاشر لان زي ما عندنا في النظام العشري رقم زي 123 معناه 3 فعشرة قصة صفر واثنين فعشرة قصة واحد وواحد فعشرة قصة اتنين 23 ومية 123 نفس الكلام في النظام السناء بس احنا الاساس بتاعنا مش عشرة الاساس بتاعنا اتنين فاحنا هنقول صفر في اتنين قصة صفر وواحد في اتنين قصة واحد وواحد في اتنين قصة اتنين وواحد في اتنين قصة تلاتة اللي هو تمانية واربعة واثنين بيساوي اربعة واشر طب ازاي بقى بيتم تصناع المعالجات وقالية عمل المكان اللي بيصنع المعالج طبعا دي ما تتقلش بالكام دي اللي بقين في وقت الفيديو لكن عشان وعدتك فاول الفيديو خلينا ناخد فكرة ولو عايز حلقات مفصلة عن الموضوع ده انت عارف هتعملين بتبدأ رحلة التصنيع من الرام بيتم تسخينه لدرجة 1700 درجة علشان يطلع السيليكون النقي منه وبيكون في شكل استوالي بيتقطع الأقراص بيسموها السيليكون ويفر خطرها بيكون 30 سنطي وسمكها أقل من المل ودي بقى بتكون الأساس اللي بيتبني عليها البروسيسورس بتبدأ تدخل على مكان التصنيع اللي بيسموه فابس بتتنقل الويفر من مكان التالي لمدة 3 شهوه وبعدها بتطلع لده الويفر مطبوع عليها متيل لـ 300 بروسيسور تخيل معايا كده 300 بروسيسور وكل بروسيسور شايل سكة 15 مليار ترانزيستور يعني الويفر الوحدة شايل 4500 مليار ترانزيستور دول 4.5 ترانزيستور في المساحة دي طب ازاي يعني الترانزيستور معانا هو ما هو أنا ما قولت لكش ما هو مش من نفس نوع ترانزيستور ده نوع تاني اسمه موسفت وهو ده اللي سمح لنا انه هو يصغر 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 لدرجة ان سمك شعرية واحدة منك تتسع لعشر تلاف ترانزيستور وانا بقول سمك الشعرة مش طولها المهم بقى بعد ما طلعت معانا الويفر بقى الليزر او بمناشير دقيقة جدا بيتم تقطيع الويفر دي وتطلع كل شريحة بروسيسور تتغلب وتتبع للمستهل انبهالت طبعا مش كده طيب بقى ما فكرتش في المكنة اللي بتعمل اصلا البروسيسور من شركة اسمل الوحيدة في العالم اللي بيصنع الات التصنيع المعقدة دي وبتشتريها الشركات العملاقة زي تي اس ام سي وسامسونج وانتل ودي بتعتمد على تقنية اسمها الاشعة فوق البنفسيجية الشديدة اكستريم الترا فيوليت ايو في علشان تطبع تصميمات البروسيسورات باحجام نانو مترية علشان تفهم الحجم ده الملي متر في مليون نانو متر انا كان في رأيي ان الترانسيستور هو اعظم اختراع على الفيتو البشرية لكن دلوقتي هاول ان مكنة الليزوجرافي او مكنة الطباعة الضوية دي هي اعظم اختراع على الفيتو البشرية طبعا الكلام مختصر ومبسط علشان وقت الحلقة واخر مرة اقول لكم حسنا البروسيسور الفيجازك لو تردد واحد في حالتس مican فدأ معلوم ان يوضر يعمل مليون مليون دورة في السنة ب السنة وده بسبب ان الاشعارات الكهربية بتتحرك بسرع اريضا من سرعة الضوء اللي هي 3000 kms في الساعة 3000 kms في الساعة ازاي والله برضه خطس سريع كيف تخير 3000 كم في الساعة سريع. ليس؟ pregunta بسبب ان الاشعارات الكهربية تتحرك بسرعة أريبة من سرعة الضوء اللي هي 300 ألف كيلومتر في الساعة في الساعة برضو؟ في الساعة؟ في الساعة؟ وبعدين في الرقم باني مش هادر يصدقوا ده بيبعيني كتابت كتير بالفيديو ان انا هترجم كل المصطلحات العربي فلما جيت هترجم كلمة ترازيستور بليت معناها مقهر فقلت لا اش هقول لا مقهر